موسيقى للاسبوع الرابع على التوالي من شهر رمضان المبارك واستمرارا لعملية رصد أسعار المواد التموينية لوحظ ارتفاع أسعار بعض الخضار فيما بقيت أسعار مواد أخرى على حالها في مقارنة سريعة للأسعار بين نهاية الأسبوع الثالث وبداية الأسبوع الرابع من شهر رمضان أظهرت نتائج دراستنا في بعض مناطق العاصم عمان ثبات أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية وارتفاع بعضها الآخر فطبق البيض حافظ على سعره بثلاثة دنانير ونصف وسعر كيلو الدجاج الطازج بقي بدينارين وستين قرشا في حده الأعلى أما اللحم البلدي فبلغ سعر الكيلو الواحد في حده الأعلى أحد عشر دينارا وستة وثمانين قرشا بعد أن كان بأحد عشر دينارا فقط الخضروات ومنها البندورة ارتفع سعر الكيلو الواحد في بعض مناطق عمان ليصل إلى خمسة وثمانين قرشا للكيلو أما الجزر فشهد ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ سعر الكيلو الواحد في حده الأعلى دينارا وثلاثين قرشا بدلا من خمسة وسبعين قرشا فيما يتعلق بالورقيات مثل النعنع والبقدونس فبقي سعر الضمة الواحدة بربع دينار من جهة أخرى أظهرت نتائج دائرة الإحصاءات العامة ومؤشر البنك الدولي لمتوسط أسعار السلاح للاقتصاديات منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الغذاء في المملكة وانخفاضها عالميا ليصل الفارق بينهما إلى 22% اشتركوا في القناة